عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وفد ضم ممثل شركات تركية تعمل في مصر أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وفي مستهل أول اجتماع يعقد منذ عشر سنوات أعرب مدبولي عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزال المأسوي الذي وقع في تركيا كما رحب مدبولي بالشركات التركية الجديدة التي تنوي أو اتخذت بالفعل خطواتها لبدء أعمالها في مصر مؤكداً أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين في غضون ذلك أكد ممثل الشركات التركية ضرورة الاستفادة من موقع مصر كمركز الاتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية مشيرين إلى أن العديد من الشركات التركية ترغب في نقل أعمالها إلى مصر